اشتركوا في القناة 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 ان شاء الله رح نذكرها ورح نذكر عن تأثيراتها ونذكر ايش الاشياء اللي تحتاطوا منها يعني انا ما شايف انه في داعي لذكرها اساسا ولكن لانه انتو يعني سمعتوا فمتخوفين ان الموضوع حبيت اني اعلق على هذا الموضوع على اساس انه اطمئن بس انه ما فيه اي تأثيرات سلبية يعني عادة الكسوف والخسوف ما بيستمر لا اشهر ولا بيستمر لا سنوات زي ما بيدعو هاي التأثيراته كسوف او خسوف تأثيراته اقصى حد ثلاث ايام ثلاث ايام ما قبل ثلاث ايام ما بعد وبنتهي التأثير هذا فاللي بيجي بقولك تأثيراته على مدى طويل ولا الكسوف القادم ولا دورة المشعار في ايش وهذا كل ياته كلام فاضي ما له اي علاقة بالموضوع نهائيا عشان ما نطول في الموضوع خلينا ندخل على توقعاتنا اليومية توقعاتنا اليوم الخميس اثنين سبعة القمر يعني موجود بالعقرب ورح ينتقل للقوس هو موجود في منزلة الشولة هي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط يعني ممتزجة بمعنى اخر ما بين الايجابية وما بين النحوسة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا من الان نبدأ من عد الزوايا الفلكية لغاية بكرة الساعة 12 بالليل طبعا بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل اثناء بث الحلقة هاي ساعة ثلاث وخمس دقائق بتوقيت جرينتش يعني ستة بتوقيت ستة وخمس دقائق بتوقيت الاردن منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين بسبب زاوية القمر والمشتري اللي هي زاوية تسديس ايجابية نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا منحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا على تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وتسعتاشر دقيقة مساء يعني برضو في اثناء بث الحلقة بتتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للحدث اللي ذكرناه يوم امس واليوم هو رح يكون في ساعة المساء هو انتقال كوكب زحل من برج الدلو متراجع لبرج الجدي رح ينتقل ساعة 11 و36 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بالنسبة لتوقيت الوردن بتزيده ثلاث ساعات يعني الكوكب زحل معروف انه هو بيتراجع في الدلو رح يرجع للجدي ورح يظل متراجع في الجدي حتى صباح يوم تسعة وعشرين تسعة لا يعود بعدها للحركة الامامية في نفس برج الجدي حتى يعني هذا التراجع رح يستمر لغاية صباح يوم سبعتاش اتناعش بعدها هيك بكون خرج نهائيا من برج الجدي لانه رح يطلع يوم سبعتاش اتناعش بخرج نهائيا من برج الجدي وبعود لبرج الدلو وبيستمر تقريبا سنتين ونص عند موليد برج الدلو اما بالنسبة للزوايا الفلكية اللي هي ما بعد منتصف الليل الليلة هاي فهو بكون اول زاوي زاوي التزديس ايجابي بين القمر وزحل رح تكون فيه تمام الساعة واحدة وعشرين دقيقة فجرا منصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز قدرتنا على الحس بالمسئولية طبعا بالنسبة للقمر رح ينتقل مباشرة الساعة واحدة وواحد وعشرين دقيقة فجرا لبرج القوس بدون خلو مصار لانه ما في خلو مصار فعشان هيك من ساعات الفجر بنشعر بابتهاج ونجد الناس اكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبنتجه بتفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية من ميلة الرحال والسفر والرياضة والمغامرات بوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما او اجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد اما بالنسبة للزوائل اللي رح تتشكل ما بعد الانتقال هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة خمسة واربعة وثلاثين دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغيرات المطلوبة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التقاول سلبية رح تكون بين القمر والزهرة في تمام الساعة اتناعش ودقيقة قبل العصر بتوقيت جرينيتش اكثر المتضررين اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية اذ بيتجهوا لتنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب وهي بتكون اخر زاوية خلال هذا النهار طبعا بالنسبة للقمر بما انه موجود في القوس فخلو المسار القادم رح يكون يوم الغد اللي هو يوم ثلاثة سبعة رح يكون في تمام الساعة وحدة وخمس دقائق عصرا وبعديها يعني رح يستمر خلو المسار هاد لغاية اليوم التالي اللي هو يوم أربعة سبعة رح يستمر في خلو المسار هاد لغاية الساعة أربعة وثمانية واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبعديها بنتقل القمر لبرج الجدي أما بالنسبة لعمر القمر القمر الأحدب 11 يوم في تمام الساعة 22 دقائق عصرا بيصير عمره 12 يوم نسبة الإضاءة بتصير 87 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة المزاج ما زال منتحس القمر في العقرب ورح ينتقل للقوس زي ما حكينا ليوم أربعة سبعة المزاج سعيد عطارد في السرطان بيتراجع حتى يوم 12 سبعة مزاجه منتحس الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7 ثمانية مزاجها سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9 تسعة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاجه منتحس زحل في الدلو بيبدو ينتقل للجدي زي ما ذكرنا اليوم ورح يستمر في عملية التراجع لغاية تسعة أو عشرين تسعة مزاجه ممتزج أورانوس في الثور حتى يوم 15 ثمانية بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين احداش مزاجه ممتزج بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه ممتزج وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أن القمر رح يكون متواجد الآن في البيت الثامن لا إلك وبعدين بدو ينتقل للبيت التاسع فالأمور بتظلها منشغلة حتى ساعات الفجر وهي بس على الأمور المالية أو الحسابات المالية أو الأموال المشتركة أو أمور لها علاقة بالبنوك بدو يون بترتيب الحسابات أو الدفعات أو الالتزامات من ساعات الفجر بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن تخرج خلال هذا النهار في رحلة أو تروج العمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها بيكون في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتك العاطفية وشوي ممكن تأثر شوي بشكل إيجابي على المستوى العائلي أما بالنسبة للبيت الأول فطبعا زي ما حكينا أنه المريخ موجود عندك بيعطيك طاقة جيدة عندك قدرة على إنجاز لكثير من الأمور برضو عندك جراءة عالية جدا ثقتك بنفسك عالية جدا ولكن اللي بحذرك منه أنه تهور في هاي الفترة أما بالنسبة للبيت الثاني فبما أنه أورانوس موجود فهو بتحكم في بيت المال وبرضو في نفس اللحظة يا إما بيعطيك إيجابية على المستوى المالي يعني بيجيب لك فرص مالية بشكل مفاجئ أو زيادة في الأمور المالية أو مكاسب مالية من عمل إضافي أو هبات مساعدات نوع من أنواع الدعم أو بيجي بشكل سلبي أنه بتكثر المصاريف وبما أنه في زاوية برضو بتشجع على صرف الفلوس فهاي النقطة بدك تحضر لها خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأمور تقريبا منقدر نحكي إنها جيدة برضو اليوم بتساعدك على أمور إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات والنقاشات مقنع بشكل قوي جدا تقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك تقدر تسوق لمشروع أو لفكرة معينة أو تناقش برضو بتكثر عندك التنقلات في عندك اهتمام رح يكون في أمور إلها علاقة بسيارة أو باتصالات أو بأخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فبما إنه الشمس موجود وعطارد موجود بتراجع فنقدر نحسب إنه هذا البيت تربيع مع بيتك فهو سلبي فعشان هيكي كل الأحداث المقلقيتك إلها علاقة في البيت أو أحد أفراد العائلة أو نقاشات أو أمور إلها علاقة بالعقارات أو أمور إلها علاقة بالمشاكل أو قلق على أحد الأبناء أو على أحد الأحبة أو أمور إلها علاقة بالمصاريف اللي بتيجي فجأة إلها علاقة في البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور بما إنها ضاغطة على برج الأسد وهو بيتك الخامس فعشان هيكي بعطيكي شوية سلبية فعشان هيكي إما بتحملك نوع من أنواع القلق على أحد الأحبة أو بتعمل نوع من أنواع الخلاف ما بينك وبين الحبيب أو سوء تفاهم مثلا وممكن أنك شوي تنشغل بأمور إلها علاقة بأحد الأبناء ممكن مشكلته أو مشكلة معاه أو أمر بتعلق فيه أنت بتحاول أنك تعلجه أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فهي بتعزز القدرات على إنجاز الأعمال وعندك سرعة بديهة عالية وبتقدر تنجز أعمالك بشكل جيد وبرضه بتعطيه قدرة على الاهتمام بشؤونك الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فعلاقتك مع الشريك شريك المال أو شريك العاطفي هي تقريبا روتينية روتينية باتجاه إيجابي بتدفعك لعملية التأقلم أو الاندماج ما بينك وبين الشريك أو التأقلم أو النقاش أو التقارب في وجهات النظر أما بالنسبة للبيت الثامن والبيت التاسع فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر الأجواء جيدة بتدعمك برضو على مستوى بيت السمعة فبتعزز من سمعتك برضو وعلاقتك مع المسؤولين في مكان العمل فهي بتدعمك بطريقة إيجابية للتقارب ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رؤساك بالعمل أو إنجاز بعض الأمور المهمة أو حتى تقديم على فرصة عمل أما بالنسبة لبيتك 11 يعني تقريبا منقدر نحكي إنه الأمور برضو فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتقارب ما بينك وبين الأصدقاء أو بينك وبين معارفك يعني أهم إشي إنك ما تدخل بخصام أو جدال أو أمور إلها علاقة بالعصبية أو النرفزة من تصرفاتهم ممكن يتوجه لك خلال هذا النهار دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيتك 12 فهو متقلب فهو بعطيك وسواس يعني بوسوس لك بيسوي لك أضغاث أحلام بيخلي فيه نوع من أنواع التقلب في المزاج في نفس اللحظة ممكن يعني تتوسوس لأمور إلها علاقة بالصحة إلها علاقة بالعمل إلها علاقة بالوزن بالأدوية بالأشياء برج الثور بينصب اهتمامكم حول البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء بشركاء المال أو العاطفة بالفترة أما في ساعات الصباح بتنشغلوا في إعادة ضبط أموركم المالية سارع في تهدئة الأجواء لأن هذه الفترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك التحلي بالليوني والتفكير الموضوعي أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية إلا أنه برضو فيها نوع من أنواع التقلب بالمزاج يعني في لحظة بتكون إيجابي لحظة بتصير سلبي لحظة بتكون أفكارك إيجابية لحظة بتتقلب الأمور عندك ما بين إيجابي وسلبي طول اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على مستوى الأمور المالية فبدعمك في مسائل إلها علاقة بالمال فعشان هيك ممكن تعزز أو تحصل بعض الأمور المالية أو تهتم ببعض الشؤون المالية اللي ممكن تجيب لك مكاسب مالية إما من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو مساعدات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بالمقابل حاول أنك تقلل من مصريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فبما أنه عطارد والشمس موجودين في بيتك الثالث فهم يعني شوي بعملوا نوع من أنواع التقلب اللي هو التسرع والتهور باتخاذ القرارات أو العصبية أو الحدية أثناء النقاشات ممكن يغرروا فيك بأنك أنت عندك ثقة بنفسك عالي جدا أنك تقدر تنجز بعض الأمور ولكن بالمقابل أنت بترتجل يعني ما بتكون مستعد فعشان هيك بتكون النتائج فيها سلبية ممكن يكون لك اليوم تعامل أو تدخل بنقاش ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الأجواء روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الروتينية على مستوى البيت أو نقاشات أو حوارات أو مستلزمات أو نشاط روتيني أنت متعود تعمله أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء جيدة وبتدعمك خلال هذا اليوم على المستوى العاطفي شيئا ما ممكن يكون في سوء تفاهم ولكن إجمالا الأمور إيجابية وبتدعمك بقوة تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الأحبة أو تفاهم ما بينك وبين أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء برضو بتعمل لك مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات أنه الاهتمام بظل على موضوع العمل والصحة وبرضو البيت السابع له علاقة بالشراكة المالية والعاطفية يعني مثل ما ذكرنا البتين هدولة ببداية التوقعات أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء روتينية على مستوى بيت الشراكة يعني تعاملك ما بينك وبين الشريك على طبيعتكم خلال هذا اليوم يعني إذا كان في مشاكل الأمور بتظلها مثل ما هي إذا كان في مصالح الأمور مثل ما هي وإذا كانت الأجواء إيجابية الأمور مثل ما هي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا بتحمل نوع من أنواع الضغط على مسائل لها علاقة بالأموال المشتركة إما أنه أنت بتقلق بسبب وضع مالي معين أو تراكم ديون أو مطالبات مالية أو بتنزعج بسبب تحصيل ديون أو ممكن تكفى الحد فما يوفي بالوعد وممكن تفقد بعض مقتنياتك يعني بدك تدير بالك من النسيان أو فقدان بعض مقتنياتك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بيحمل نوع من أنواع التوتر على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد فممكن اليوم إما أنك تتلقى خبر مزعج أو أنه يتعطى المسألة إلها علاقة بالسفر أو أنت أساسا يصير مشكلة ما بينك وبين شخص خارج البلاد أثناء نقاش أو حوار أو أمور إلها علاقة بالاتصالات وبرضو في أشخاص اللي على مقاعد الدراسة ممكن يصير معهم بعض المشاكل اللي بتتعلق بالمؤسسات التعليمية أو بأمور إلها علاقة بالأكاديميات أو الجمعيات الثقافية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة على مستوى بيت السمعة بتدعمك خلال هذا النهار بتقارب ما بينك وبين زملائك ورؤسائك بالعمل وما بين علاقاتك فممكن تهتم بمسألة معينة أو تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين بعض الأشخاص اللي أنت بتعرفهم لمساعدتك في أمر ما أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيت علاقة بالأصدقاء فهو ممتزج يعني بمعنى آخر إنك أنت في لحظات ممكن يكون لك رغبي بتواصل بجزئية من الأصدقاء وبلحظات أنت بتتهرب من بعض الأصدقاء يعني بمعنى آخر بصير عندك تقلف المزاج بأثناء تعاملك مع أصدقائك وبتقسم ما بين علاقتك فيهم في ممكن يكون لك بعض الاهتمامات أو الدعوات لحضور حفلة أو مناسبة أو اجتماع أو لقاء بيتمثل على المستوى الاجتماعي أما بالنسبة لبيت المتاعب فما زالت الأجواء ضغطة فعشان هيك من قل لك دير بالك ما تجهد حالك ركز على أعمالك ما تخليها تتراكم ورتب أمورك بشكل جيد راقب صحتك برضو راقب أدويتك برج الجوزاء بتواصلوا إنجاز ما تراكم عندكم من عمل أهم شيء أنكم تنتبهوا لصحتكم من ساعات الصباح بتنجحوا في التفاهم مع شركائكم بوسعكم إتمام موضوع العلاقة بخطبة أو علاقة عاطفية أو زواج أو توقيع عقد تجاري ولكن بما أن عطارت بتراجع فأنا ما بنصح في هاي الأمور إذا كان في مجال تأجيلها بكون أفضل في هاي الفترة يعني هاي الفترة بتحمل نوع من أنواعي السلبي برضو لأن القمر بصير مقابلك مباشرة من بيتك السادس لبيتك السابع فشوي بضغط عليك بشكل سلبي فحاول قدر الإمكان إنك تراقب أوضاعك بشكل جيد جدا ما بينفعك سوى الصبر والمروني ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء جيدة وبتدعمك بشكل قوي على المستوى النفسي فنفسيتك أحسن عندك سرعة بديهة عالية وبرضو عندك اهتمام بشخصك بكون قوي جدا أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور المالية هي المتقلبة أو الضغطة عليك أو الأفكار المالية بشكل سلبي إما مخاوف أو مصاريف الزيادة أو بتراكم عليك بعض المطالبات المالية أو قلق من وضع مالي معين في منكم ممكن يحصل بعض الأموال من عمل إضافي أو مستردات مالية أو هبات أو مساعدات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بتدير بالك من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بيدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات فعندك سرعة بديهة عالية وبتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك وبرضو ممكن تنشط بأمور إلها علاقة بالسيارات أو التنقلات بالفترة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الضغط على المستوى البيت فعشان هيك بتشكل لك نوع من أنواع سوء التفاهم أو الحدية بالطباع أو قلق على مسألة بتتعلق في أحد الأحبة أو أحد أفراد العائلة فممكن هاي شوي يكون فيها بعض الضغطات عليك كالتزامات أو عمل أو مشاكل أو يعني مسؤوليات زيادة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي جيدة بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب أو اندماج ما بينك وبين الحبيب أو رغب منك بالخروج وتغيير الجو بالفترة هاي يعني ممكن شوي يكون لك اهتمام بأحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء برضو مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات هي والبيت السابع بالنسبة للبيت الثامن تقريبا ضغط على المستوى المالي أو على مستوى الأموال المشتركة بسبب لك نوع من أنواع يعني في ضغوطات ممكن أنه هاي الأمور شوي تربكك على أمور الحلاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أو مطالبات مالية أو ترتيب مصاريف أو فوتير بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل إلى علاقة بالأوراق القانونية أو المعاملات أو أشياء تعليمية إلى علاقة بالدورات أو تطوير الذات أما بالنسبة للبيت العاشر فهو بيسبب لك نوع من أنواع الجراءة لمخالفة القوانين أو إراغبة في عملية الإنجرار وراء متع يعني أو أشياء ممكن أنها تشوه سمعتك حاول قدر الإمكان أنك تراقب حالك بشكل جيد ما تندفع ما تتهور وراقب برضو أمور إلها علاقة بمكان العمل يعني علاقتك مع زملائك رؤسائك بالعمل وأمور إلها علاقة بإنجاز بعض الأعمال ما تخليها تتراكم أما بالنسبة لبيتك 11 المريخ موجود فيه فهو بيعمل نوع من أنواع الضغط أو خيبات الأمل من أحد الأصدقاء أو ممكن زعل أو عتب أو سوء تفاهم بسبب تصرف أحد الأصدقاء فممكن اليوم يكون فيه مشاحنة مع شخص أو صديق وممكن برضو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تبالغ بعلاقاتك الاجتماعية أما بالنسبة لبيتك 12 فهو متقلب ففجأة بتلاقي أن الأمور يعني بتكون جيدة على مستوى العمل وعندك رغبة بإنجاز بعض الأعمال أو أنك تحل بعض المسائل ولكن فجأة بتلاقي أنه صار ضغط عليك أو تعب أو إرهاق أو بتحب أنك توخل قسط من الراحة ممكن أنه شوي تسبب لك هاي نوع من أنواع التوتر العصبي برج السرطان لديكم رغبة قوية جدا بالتقرب من أحباكم ومتفاهم معهم حتى ساعات الصباح بعد ساعات الصباح بصير الجو ضغط شوي بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم انتبهوا لغذائكم وراحتكم كون منظم وأحسن إدارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك أهم شيء أنك ما تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا ضاغطة على المستوى النفسي فتلاقي حالك مضغوط أو عصبي أو عندك حدية أو تقلب في المزاج خلال هذا النهار يعني الأمور لسه ما استقرت أو ما أعطتك الطاقة بالكامل بسبب الشمس المنتحسي وبرضو عطارد اللي بتراجع في بيتك الأول على المستوى الشخصي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها فيها إيجابية ممكن اليوم تحصل بعض المكاسب المالية اللي بتجيك من عمل إضافي أو نوع من أنواع المستردات أو نوع من أنواع الدعم أو أمور إلها علاقة بالهبات أو المساعدات أو الدعم وممكن تعالج بعض المسائل المالية ولكن الأهم إنك ما تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات وعندك سرعة بديهة عالية جدا فعندك قدرة على إقناع الأشخاص أو المعارف أو على مستوى العمل تقنع بوجهة نظرك بشكل جيد وبرضو بتبرع بعمليات التسويق أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا مشبه جيدة على مستوى البيت فهي بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أو ما بينك وبين أشخاص اللي هم علاقة بالعقارات أو البيوت أو ممكن تهتم بصيانة أو ترتيب أو شراء حاجيات للبيت أو اهتمام بالنقاش إلو علاقة بأفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي ما زالت فيها نوع من أنواع الضغط فهي بتسبب لك نوع من أنواع التوتر صحيح أنه القمر موجود عندك ولكن ننتقل للبيت السادس فمنلاقي أنه الضغوط العاطفية بيبتيجي ممكن سوء تفاهم أو نقاش حاد أو بتحاول تقنع الحبيب بمسألة معينة وممكن تكون قلق على أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع تقريبا يعني بيحمل نوع من أنواع التقلب على المستوى الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة الشراكة المالية والعاطفية صحيح أن الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية بتعمل تقارب أو مصالحة ما بينك وبين الشريك ولكن يتكون تحذر من الخلافات أو فتح ملفات قديمة للنقاش ممكن أنها تتطور وتصير مشكلة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه جيدة على مستوى الأموال المشتركة فبتدعمك في بعض المسائل المالية المشتركة أو الديون أو أمور العلاقة بالبنوك بالضريبة بالتأمين أو بعض الترتيبات لالتزامات مطلوبة منك أما بالنسبة للبيت التاسع فهي بتعطيك مخاوف على أشخاص خارج البلاد أو أمور العلاقة بالامتحانات أو الدراسة أو بتضغط على معنوياتك أو على نفسيتك بشكل سلبي أنه بتخاف المواجهة لأمور العلاقة مثلا بالنقاشات مناقشة رسالة امتحانات مسؤوليات إلها علاقة برضو بمؤسسات كبيرة أمور إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد ممكن تقلق عليهم أو تتوتر عليهم أوراق قانونية ممكن تخوفك يعني هاي الأشياء اللي بتدخل كعامل نفسي بتأثر على أمور البيت التاسع أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بنقول لك دير بالك من أي شيء بشوه السمعة بالفترة هاي فما في داعي لمخالفة القوانين ولا المغامرات ولا الجراءة ولا الإنجرار وراء أشياء ممكن يكون فيها نوع من أنواع الترف ولكن هاي بتنحسب على تشويه السمعة وبرضو ما تدخل بأي نقاشات حادية ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل ممكن تنجز بعض الأعمال بشكل جيد وممكن تسمع نوع من أنواع الإطراء أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء متقلبة على مستوى بيت الأصدقاء ففجأة إلك رغبة أنك تتقرب من أصدقائك فجأة ما إلك رغبة أنك تتصل في حد فجأة بتجيك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وممكن فجأة تلتغي هاي الدعوة أو اللقاء يعني في تقلب على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالأصدقاء ما بين إيجابي وسلبي أما بالنسبة لبيتك 12 فهو جيد جدا بيدعمك على مستوى الصحة وعلى مستوى أمور إلها علاقة بالعمل وعلى مستوى أمور إلها علاقة بالمراجعات الطبية أو تحسن صحي بالفترة هاي بشكل إيجابي برج الأسد بتتركز جهودكم حول إدخال تعديل على علاقاتكم العائلية وبظلها مستمرها هاي الأمور على أمور إلها علاقة بالبيت أو العائلة أو الاهتمام ببعض مسائل عائلية حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح بتشتد رغبتكم بالتقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط فلا تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحباء أهمش إنك صحيح الأخطاء بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع الضغوط لغاية ساعات الصباح بعدين الأجواء بتصير إيجابية بتدعمك على المستوى النفسي ممكن يكون في بعض التطورات أو بعض الأمور اللي تشحنك بطاقة إيجابية وتحسن من مزاجك رغم إنه الأمور كلها إجمالا فيها نوع من أنواع الضغط عليك فعشان هيك شوي هاي المنطقة أو النقاط بدها شوي تحذر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى المالي فهي ممكن تحمل لك بعض المكاسب المالية اللي بتجيك عادة من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أو بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بالشؤون المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى التنقلات والحوارات وعما مستوى الاتصالات ممكن يكون لك مناقشة مثلا في مشروع ما أو تسويق لسلعة ما ممكن يكون لك اهتمام أو تعامل مع أخ أو جار خلال هذا اليوم وممكن مناقشة موضوع مهم أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى البيت مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات وبالنسبة للبيت الخامس برضو جيد وبيدعمك بشكل إيجابي إلا أنه في بعض المواقف اللي ممكن تنضغط فيها إما اهتمام بمسألة حبيب أو سوء تفاهم بصير ما بينك وبين الحبيب أو قلق على أحد الأحباء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها ما زالت متقلبة على الوضع الصحي رغم إنها إيجابية اليوم إلا أنه بتحمل بعض الشحنات اللي بتشعر بالتعب أو الإرهاق أو تراكم الأعمال أو عدم المزاج بإجراء بعض الأمور اللي بتتعلق بالعمل وبرضو اللي بتطلب منك الاهتمام لشؤونك الصحية بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى الشراكي جيدة بتدعمك بشكل جيد بتعمل نوع من أنواع التقارب أو الاهتمام بموضوع الشريك ممكن تراجع عن قرار أو مصالحة أو تقارب ما بينك وبينه أو نوع من أنواع التفاهم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور ما زالت فيها نوع من أنواع الضغط اللي بتسبب نوع من أنواع الإرباك على المستوى المالي إما التزامات أو دفعات أو أمور إلها علاقة بالفواتير أو شؤون بنكية أو ضريبية أو تأمين أو أمور قضائية أو أمور إلها علاقة بالميراث أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بيعمل عندك نوع من أنواع الدافع أو الدعم القوي جدا لعمليات الاتصالات الخارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو تطوير علاقة ما بينك وبين شخص خارج البلاد ولكن بالمقابل بتعطيك نوع من أنواع السلبية اللي هي نوع من أنواع الأفكار السودة أو الغيرة أو الشك أو أمور إلها علاقة بالرهبة من عملية التواصل أو أنك بتندفع باتجاه مشتريات أو تسوق من خارج البلاد ولكن بتكون مش مدروسة أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فشوي بيجيب لك أشياء إيجابية بشكل مفاجئ إما علاقات أو معارف أو أعمال بشكل خاص ممكن تحقق منها بعض المكاسب أو نوع من أنواع التعامل مع زميل أو مع رئيسك بالعمل أو أعمال ممكن تحقق من وراها إنجاز وفي منك ممكن بشكل مفاجئ يهمل ببعض المسائل أو يخسر أحد علاقاته أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء فهو بيدعمك على مستوى علاقاتك وأصدقاءك ومعارفك فبيقارب بوجهات النظر بيحسن بعض الأمور بشكل جيد ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تتطور علاقة مع صديق بشكل مفاجئ أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ضاغطة طبعا بسبب الشمس وبسبب برضو تراجع طارد في بيت متاعبك فهذا براكم بعض الأعمال عندك وبرضو بيعمل بعض التقلبات على المستوى الصحي وممكن يعمل لك نوع من أنواع القلق على أحد الأحباء بشكل مفاجئ مرج العذراء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وبيكون عندكم تعامل مع أخ أو جار حتى ساعات الصباح من ساعة الصباح بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي ممكن تظهر مشاكل شخصية أهم شيء أنك ما تتهرب من المسئولية اتجاه العائلة الأجواء تحمل نوع من أنواع العدائية أو الأجواء المتوترة أهم شيء أنك تراعي وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية على المستوى النفسي شيئا ما فهي بتدعمك لإنجاز بعض الأمور أو الاهتمام بشؤونك الشخصية كثقتك بالنفس أو دعمك أو الدعم النفسي اللي ممكن يعزز بعض النقاط بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الثاني فبكون لك بعض الاهتمامات المالية اليوم وممكن تحصل بعض المكاسب المالية اللي عادتها تيجي من عمل إضافي أو نوع من أنواع المستردات أو الهبات أو الدعم أو نوع من أنواع الهدايا فممكن تنشط ببعض المسائل المالية ولكن بدك تحذر من زيادة الدفعات أما بالنسبة للبيت الثالث والبيت الرابع فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط فعشان يمكن نقول لك لا تعتمد على الحضوض نهائيا ممكن يكون في نوع من أنواع ردات الفعل أو سوء التفاهم أو السلبية أثناء تعاملك مع أحد الأحبة أو أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى العمل على مستوى الصحة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن برضو تحمل لك بعض المفاجآت اللي بتيجي على إشيء العلاقة بالصحة أما بالنسبة للبيت السابع فهو بيت الشراكي فهي بتجيب مشاحنات أو قلق أو ردات فعل سلبية بتيجي بينك وما بين الشريك خلال هذا اليوم فممكن أنه شوي تكبر المشاكل أو يشتغل مخك لحل بعض المسائل أو تطوير مشكل معينة أو طريقة تستفز فيها شريكك حاول أنك تبعد عن الانتقادات أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ضغطة على مستوى الأموال المشتركة فهي بتسبب لك نوع من أنواع الالتزامات أو الحدية أثناء التعامل بأوراق قانونية أو أوراق مالية أو مع العمل أثناء مع مؤسسة مالية مثل بنك ضريبة تأمين أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالموارث أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء متقلبة على أمور إلها علاقة بالسفر أو بالبيت التاسع بالدراسة فأي بتحدث بعض المفاجئات إما الأجواء بتكون دعملة إلك باتصالاتك وحواراتك وتفقد بعض الأشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بالامتحانات أو المناقشات التعليمية أو الدورات يعني بتيجي بشكل مفاجئ إما إيجابي أو سلبي أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى علاقاتك ومعارفك وبدعمك على مستوى العمل وعلى مستوى علاقتك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل فممكن تحقق بعض الإنجازات اللي إلها علاقة بالعمل وممكن يجيك نوع من أنواع المديح أو الإطراء على إنجاز بعض الأعمال بشكل قوي جدا وممكن تحصل على عمل أو عمل جديد أو عرض جديد أما بالنسبة لبيتك 11 فالأمور ضاغطة على مستوى بيت الأصدقاء فممكن تصير بينك وبين بعض الأصدقاء مشاحنات أو ردات فعل سلبية أو ممكن بيعني نوع من أنواع الحدية بالطباع أو ممكن أنك أنت يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة فأنت ترفضها أو أنت تستثنى من العزيمة أما بالنسبة لبيتك 12 ففي نوع من أنواع الضغط عشان هيك منقول لك بدك تدير بالك على إنجاز أعمالك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد تراقب أدويتك وإن شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك برج الميزان تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشطوا في أمور إلى علاقة بالسفر والاتصالات وبتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتعززوا العلاقة بشكل جيد وممكن يكون فيه نوع من أنواع التحاور بتدعمك الحظوظ وبتكون جريف التعبير عن رأيك بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة ممكن تحمل لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا مثل ما ذكرنا جيدة على المستوى النفسي مشحون بطاقة إيجابية وفي نفس اللحظة بتعزز من قدراتك وثقتك بالنفس بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني والبيت الثالث فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع شوي بيحمل نوع من أنواع التقلبات على المستوى البيت أو العائلة ممكن نقاش أو حدية بالطباع أو توتر من علاقة معينة أو من نقاش معين بيحمل نوع من أنواع الالتزامات الكثيرة أو الأعباء أو بعض الاضطراب العائلة ممكن تهتم بشون إلها علاقة بالديكور أو المشتريات أو أمور إلها علاقة بالتقارب العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا منقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع الإيجابية يعني ممكن إنها تقارب ما بينك وبين الحبيب وخصوصا من ساعات الصباح ممكن إنها تحمل لك بعض الإيجابية للقاء أو خروج بنزهة مثلا أو مرافقة الحبيب أو طريقة للتعامل مع أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ما زالت فيها نوع من أنواع الضغط على المستوى العمل أو مستوى الصحة فبيحمل لك نوع من أنواع الوسواس أو القلق أو التوتر لزيادة عن اللزوم بأمور العلاقة بالعمل ممكن تشك في بعض المسائل أو تشك حتى بصحتك أو تتوسوس من بعض الأمراض أو التعب أو من بعض الأشياء اللي تأخذها بالجانب السلبي أما بالنسبة للبيت السابع فهو بيحمل على نوع من أنواع ردات الفعل السلبية أثناء التعامل مع الشريك فممكن هاي شوي تجعل فيه نوع من أنواع الحدية أو العصبية أو نقاشات حادة أو تطور مسألة معينة ممكن تنحسب بشكل سلبي وبتعمل نوع من أنواع الصدام ما بينك وبين الشريك شريك المال أو شريك العاطفة أما بالنسبة للبيت الثامن فهو بتحدث بعض الأشياء المفاجئة اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة ممكن تجيك بعض الأموال أو تهتم أو تنجز بعض الأمور المالية المشتركة خلال هذا اليوم أو تهتم ببعض الأوراق أو المعاملات أو الأمور اللي إلها علاقة بالبنوك مثلا زي قرض أو مساعدة أو دعم أو جدول الديون عليك تيجي بشكل قوي جدا بتساعدك وفيه أشخاص ممكن تيجي عليهم بشكل سلبي يعني بمعنى أنه يخسروا قرض معين أو تتراكم عليهم بعض الديون أو صير عليهم مطالبات مالية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بدعمك بشكل قوي وإيجابي جدا على المستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بدورة أو دراسة أو أمور تعليمية أو البحث في مسألة قانونية أو أمور إلها علاقة حتى بالسفر أو مشتريات من خارج البلاد أو اللي بيشتغلوا حتى في مجال الاستراد والتصدير بالفترة هاي بيبدعوا أما بالنسبة للبيت العاشر فهو ضاغط على مستوى السمعة وبرضو ضاغط على مستوى العمل فعشان هيك من قولك لا تشوه سمعتك وبرضو ما تدخل بأي خلافات أو نقاشات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل ممكن في الفترة هاي أي خلل يتسجل عليك أو ينحسب عليك ويسبب لك مشاكل كثيرة حاول إنك ما تخالف القوانين وما تجازف وما تدخل بأعمال مشبوهة أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد شيئا ما بيدعمك وبيعمل تقارب ما بينك وبين الأصدقاء أو لقاء أو زيارات أو نشاطات اجتماعية ممكن إنه الفترة هاي يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو المناسبة تكون موجودة عندك في البيت أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء على مستوى بيت السمعة على مستوى بيت المتاعب جيدة بتدعمك فممكن تحافظ على سمعتك ممكن تنجز أعمالك وما تخليها تتراكم عندك نشاط عالي وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية إلك أو لا أحد الأحبة برج العقرب ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بوسعكم السيطرة على زمام الأمور حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ولكن بتكتم تنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك ولكن داك تكون عاقل في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقشة دعم مالي أو قرض معين أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات فترة إيجابية ممكن تحقق خلالها ربح أما بالنسبة للبيت الأول والبيت الثاني فكما ذكرناهم قبل قليل ولكن بالنسبة للبيت الثالث بظل الأمور فيها نوع من أنواع التقلب على مستوى النقاشات والحوارات فبيغلب عليك نوع من أنواع العصبية أو ردات الفعل السلبية أو التشاؤم من بعض المسائل بدك تشحن حالك بطاقة إيجابية يعرف كيف تناقش وبرضو إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تستعد بشكل جيد في منك رح يكون له تعامل مع أخ أو جار وممكن ينفتح نقاش شوي أنت تكون محتد فيه أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة وبتدعمك على المستوى البيت وبتعمل تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تحل بعض المسائل العائلية أو تعمل نوع من أنواع التقارب العائلي أو تهتم ببعض الشؤون البيتية وتكون بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي بتعمل نوع من أنواع التقلب في المزاج خلال هذا اليوم فشوي ممكن أنت تكون عصبي شوي ممكن تحتد شوي ممكن أنك تشك أو تغار أو حتى أنك تواجه الحبيب ببعض المسائل وممكن يكون في عندك بعض الاهتمامات أو لفت النظر من بعض الأبناء وتهتم بمسائلهم أما بالنسبة للبيت السادس فهو بيحمل ضغط على مستوى العمل فممكن تنضغط بالأعمال أو تتراكم عندك بعض الأعمال بالفترة هاي وممكن يكون لك بعض الأشياء الصحية يعني ظهور بعض التقلبات الصحية أو المرضية أو الأشياء المفاجئة اللي ممكن تحدث تتعبك أو تأثر عليك بشكل سلبي حاول أنك أنت تراقب وضعك الصحي وتراجع طبيبك إن دعت الحاجة أما بالنسبة للبيت السابع فهو بيحمل يعني نوع من أنواع التقلبات على مستوى العلاقة مع الشريك في هاي الفترة إما أنه بتكون العلاقة إيجابية 100% في نوع من أنواع التقارب الجيد ما بينك وبين الحبيب أو بتحدث يعني مفاجآت ومشاكل وحدية بالطباع ومشاكل نقاشات حادة ما بينك وبين الشريك بشكل مفاجئ ممكن برضو تظهر بعض المسائل القانونية بشكل مفاجئ جدا أما بالنسبة للبيت الثامن فهو داعم بالنسبة لإلك على مستوى الأموال المشتركة فهي الفترة بتحمل لك نوع من أنواع الدعم أو بعض المساعدات أو الهبات أو الدعم المالي أو ممكن تحصل على موضوع إلى علاقة بالقرض أو أمور إلى علاقة بأخذ مثلا اشتراء سلعة بالتقصيد يعني كلها هاي الأمور بتدعمك بشكل قوي وممكن يكون لك بعض التعامل أو التعامل الجيد مع بنوك ضريبة تأمين أو مؤسسات مالية ممكن أنك تحقق من وراها بعض المكاسب أو تبحث عن مسائل إلها علاقة بالميراث وتكون نتائجها إيجابية أما بالنسبة للبيت التاسع فما زالت الأجواء ضغطة على المستوى البيت التاسع فهي بتحمل نوع من الأخبار شوي بتكون صعبة ممكن قلق على بعض الأشخاص خارج البلاد ممكن أمور إلها علاقة بالاتصالات وتكون حاد بالطباع ممكن تكون مراسل على موضوع العلاقة بعمل أو دراسي خارج البلاد ولكن الأمور تتعطل أو تنقلب أو تتأجل وبرضو على مستوى الامتحانات والمناقشات برضو تحمل لك نوع من أنواع المفاجآت بدك تكون مستعد بشكل جيد وفي نفس اللحظة ما تعتمد على الحدود أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة ابتداء من صباح اليوم فبدعمك بشكل قوي بعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أو ممكن تستفيد من بعض الإعلاقات لإنجاز بعض المهام أو المعاملات الضرورية أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى أصدقائك ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو يكون في عندك اجتماع أو لقاء أو تتواصل أنت وأصدقائك بشكل جيد وهي النقاط ممكن تساهم بحل بعض المشاكل أو الأشياء اللي أنت بتكون بحاجتها أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فممكن يكون لك بعض الاهتمامات لإنجاز بعض الأعمال خلال هذا اليوم وممكن أمور إلها علاقة برقابة الصحة إلك أو لا أحد الأحبة مرج القوس اللي بتشعروا فيه من تعب وتراجع في الصحة أو نوع من أنواع الاكتئاب أو الضغط هذا اللي أنتوا حاسين فيه بظل مستمر لغاية ساعات الفجر تقريبا بعدين بيزول بشكل تدريبا مع ساعات الصباح بتمتلك ونشاط وحيوية أهم شيء أنك تبادروا لخطوة جديدة بتدعم من مكانتكم الإجتماعية الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم الموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بحكمة وواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الأول زي ما ذكرنا هو بيت المتاعب يعني بيتك 12 وبيتك الأول بشكل جيد رح تكون بالنسبة للبيت الثاني الأمور تقريبا تحمل بعض الالتزامات أو بعض الأمور المالية خلال هذا اليوم أو بعض الضغط المالي أو ممكن تفكر في حل بعض المسائل المالية الضغطة عليك في منك رح يحقق بعض المكاسب اللي بتجي من عمل إضافية أو دعم أو مساعدات أو هبات يعني هذولا بقلة من موليد برج القوس ممكن يحصلوا عليها ولكن أهم إشي أنك تقللوا من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا جيدة خلال هذا اليوم على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات عندك سرعة بديهة عالية جدا ورغبة بالتنقل أو أنك تروح أكثر من مكان مع بعض بقدرة على النقاش عالية جدا برضو بتساعدك في تحقيق بعض الإنجازات خلال هذا اليوم ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فما زالت الأمور على مستوى البيت هي شبه روتيني اليوم ولكن أنه برضو بتظهر بعض المسائل المقلقة أو بتشك في بعض المسائل أو بتحاول تفرض رأيك أو سلطتك على أحد أفراد العائلة فحاول قدر الإمكان أنك تمسك عصابك بدون لا عصبية ولا حدية ولا حتى شكوك في أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا بتحمل نوع من أنواع الضغط بتسبب نوع من أنواع الإرباك أثناء تعاملك مع الحبيب فممكن شوي يكون عندك نوع من أنواع العصبية أو الحدية بالطباع أو نقاشات حادة وخصوصا مع أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء متقلبة ففجأة بتلاقي عندك رغبة لإنجاز الأعمال أو العمل أو تحقيق بعض المكاسب خلال هذا اليوم أو أمور إلى علاقة بالاهتمام الصحي وفجأة بتظهر أمور سلبية يعني بتراكم العمل عندك ما إلك رغبة بإنجاز الأعمال وبرضو بتظهر بعض المتاعب الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى أمور الشراكي يعني بمعنى شراكي المالية والشراكي العاطفي أمور إلى علاقة بالأزواج بتعمل تقارب جيد بتعمل دعم قوي جدا ما بينكو تقارب بشكل يعني ممتاز جدا حتى على مستوى الأوراق القانونية أو المعاملات أو القضايا أي عمل فيها خلال اليوم هذا أو اليوم القادم كمان بتكون لصالحك وبتدعمك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثامن فالمشاكل عندك على مستوى الأموال المشتركة بتسبب لك نوع من أنواع الحدية أثناء التعامل في أمور إلها علاقة بالأوراق أو المعاملات أو أمور إلها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين أو ممكن تظهر بعض المسائل هاي بشكل فجاي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأمور تعليمية أو دورات أو ثقافية أو نقاشات ممكن تكون برضو لصالحك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة فبتدعمك على مستوى العمل مثلا أو فرص بتجيب لك فرص للعمل ممكن تيدم العمل خلال الفترة هاي وبرضو اللي بيعملوا بتعزز من مكانتهم وعلاقتهم مع زملائهم ورؤسائهم بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 في مستوى بيت الأصدقاء شيئا ما إيجابي بسبب لك بعض الأشياء الإيجابية اللي ممكن تحقق من خلالها أشياء تدعمك وتدعم من علاقاتك فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو ممكن تتعرف على صديق بخلال الفترة هاي يكون يعني علاقة إيجابية أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بمعنى آخر بتنجز أعمالك وبتهتم بصحتك وواجباتك بشكل روتيني برج الجدي طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء من الآن ولغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتكن تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم تهدأ وطيرتك إلى حد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهمش أنك ما تحسم أمر الفترة هاي فيها نوع من أنواع السلبية وبرضو مخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها بشكل متسرع أما بالنسبة للبيت الأول فهو ضاغط برضو لأنه بما أنه بيت المتاعب رح يضغط معناته البيت الأول رحي برضو يعمل نوع من أنواع السلبية أو الأفكار السودة أو هيك التكاسل أو التشاؤمية أو الحدية في الطباع حاول أنك تمسك أعصابك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الأمور المالية فهي بتحقق لك بعض المكاسب المالية اللي عادة تيجي من عمل إضافي أو هبات أو مساعدات أو دعم أو ممكن تنجز بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالشؤون المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا بتخلي أفكارك دائما فيها نوع من أنواع السلبية والحدية في هاي الفترة وبرضو بتشك في أي شيء بصير حواليك حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية انتبه أثناء القيادي استعد بشكل جيد أثناء تقديم الامتحانات أو المقابلات أو النقاشات اشحن حالك بطاقة إيجابية عشان تكون مقنع ممكن يكون لك اليوم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء ضاغطة على مستوى البيت يعني لسه ما زال في بعض التوتر على مستوى البيت بشكل فجاي ممكن حدية بالطباع ممكن محاولة فرض السلطة أو سيطرة على أحد أفراد البيت ممكن تحتد وتعصب فجأة على مسائل عائلية يعني شوي الأمور بتضغطك بشكل سلبي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء متقلبة عن المستوى العاطفي ففجأة بتلاقي حالك عندك رغبة عالية جدا للتقرب من الحبيب وفجأة بتلاقي حالك بدك تعاقب الحبيب أو بدك تدرس الحبيب أو بدك تحطه في موقف معين فشوي هيك بتبعد عنه خطوة برضو بتحمل نوع من أنواع التقلب أثناء التعامل مع الأبناء شوي بدك تدير بالك على الأمور هاي وما تخليها تسيطر عليك بشكل سلبي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتدعمك بشكل قوي على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية الجيدة اللي تعزز من بعض الأمور اللي تكون لصالحك أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفية فالأجواء تقريبا نقدر نحكي يعني فيها نوع من أنواع الضغط ولكن الغالب عليها الروتيني فتعاملك مع الشريك بيكون روتيني إلا أنه في لحظات ممكن تخرج عن طورك وتعصب أو تحتد أثناء تعاملك مع شريك العاطفي وخصوصا الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو مقلقة شيئا ما على الأمور المالية فممكن اليوم برضو تقلق بشأن مالي أو أمور الهلاقة بالبنوك بالضريبة بالتأمين بالأموال اللي ما بتعود لك البحث عن دعم البحث عن قرض مثلا مساعدة شوي هاي الأمور بكون فيها نوع من أنواع الضغط بالفترة هاي أهم إشي أنك ما تنجرف وراء الالتزام بأمور أنت ما عندك قدرة على السداد أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل علمية أو تعليمية أو أمور إلها علاقة بالسفر أو التنقلات كلها هاي أمور تقريبا بتدعمك بشكل جيد وبتعمل نوع من أنواع التقارب الجيد ما بينك وبين أحباتك أما بالنسبة للبيت العاشر بيدعمك على مستوى بيت السمعة وبيخليك تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يكون لك تعامل مع زميل أو مع رئيسك بالعمل وممكن تسمع كلام إطراء على إنجاز بعض الأعمال الضرورية اليوم أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو بيحمل نوع من أنواع التواصل الجيد ما بينك وبين بعض الأصدقاء ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو يكون عندك لقاء أو اجتماع أو لمة أصدقاء أو تتواصل مع صديق معين للإطمئنان على حاله أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات برج الدلوب بينصب اهتمامكم حول الدفع بمصالحكم في مجال العمل وتدعيم مركزكم الإجتماعي أما في ساعات الصباح بتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتتسع الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد بعض الأرباح ممكن تفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جانبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه إيجابي شيئا ما بيدعمك بعزز من ثقتك بالنفس بعطيك طاقة إيجابية وبساعدك على إنجاز بعض الأمور بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الثاني فما زالت الأمور المالية شوي بتعمل نوع من أنواع المخاوف عندك فممكن تحصل بعض المكاسب خلال هذا اليوم من عمل إضافي أو هبات أو مساعدات أو نوع من أنواع الدعم ولكن تقلق من مسألة مالية أو تلجأ للإصراف المالي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء برضو تضغطك على مستوى العصبية فهاي بتحمل نوع من أنواع النقاشات الحادة أو ردات الفعل السلبية أو التهور أثناء القيادة أعطال إلها علاقة بالسيارة أو بأمور أجهزة إلكترونية أو أشياء من هذا القبيل بالمقابل أنه برضو تعطيك جراءة للمغامرة وبرضو ثقة بالنفس أثناء النقاشات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا متقلبة على مستوى البيت فجأة بتلاقي الأمور إيجابية وفيه توافق وفيه انسجام ما بينك وبين البيت وأهل البيت والعائلة وفجأة بتلاقي فيه حدية بالطباع وتطلع للمشاكل ما بتعرف من وين هذا التقلب اللي موجود شوي بكون مربك بالنسبة لا إلك أنه أنت بتحب ترتب أمورك بشكل منظم ما بتحب المفاجآت ولكن الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع المفاجآت اللي منها بكون مربك لا إلك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة جدا وتصل لمرحلة الممتاز كمان على المستوى العاطفي فبتحمل لك نوع من أنواع التقارب أو اللقاء العاطفي أو الدخول بعلاقة جديدة أو تطوير علاقة من مرحلة إلى مرحلة أو الاهتمام بشكل جيد بأحد الأحبة يعني بكون برضو داعم لإلك بقوة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ما زالت ضاغطة على أمور إلها علاقة بالعمل والصحة بتعمل نوع من أنواع التقلبات والحدية بالطباع وبرضو في نفس اللحظة ممكن تهمل بعض الأعمال أو تنجر وراء عمل بدون ما أنت تكون دارسه بشكل جيد فيكون مربك عليك أو عبئ عليك وبرضو التقلبات على المستوى الصحي بدك تنتبه لصحتك إن شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم فممكن يكون لك نوع من أنواع التلاقي أو التقارب ما بينك وبين الشريك وفي منك بسبب ضغوط الكواكب ممكن يظهر أي مسألة أو ديول مشكلة سابقة ما بينه وبين شريك العاطف تحديدا ما بين الأزواج فتكبر المشكلة وصير فيه نوع من أنواع الحدية أو ردات الفعل السلبية فبد يكون مستعد لهذه الأمور ويتجاوزها بدون ما يكبر المشاكل أما بالنسبة للبيت الثامن فهي جيدة على مستوى الأموال المشتركة فهي بتدعمك وبتحصل بعض المكاسب المالية اللي بتيجي عادة من أموال ما بتعود لك يعني زي بنك ضريبة تأمين قرض مساعدة أوراق قانونية شؤون إلى علاقة بالميراث كلها هاي أشياء ممكن تساعد بشكل جيد بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء برضو يعني منقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن قلق على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالسفر أو أمور إلها علاقة بالدراسة أو الامتحانات أو المناقشات أو التنقلات على الشوارع المفتوحة فبدك تدير بالك من بعض السلبيات اللي بتيجي على هاي النقاط وإذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا نقدر نحكي مثل ما ذكرناها هي وبيتك 11 يعني تقريبا كلها على العلاقات الاجتماعية بتتركز الفترة هاي أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك هاي بتسبب لك نوع من أنواع الإرباك على مستوى العمل والتزامات الزيادة ممكن أنها تكون فيها أعباء عليك وبرضو على مستوى الصحي فعشان هيك إن شعرت بأي شيء إلو علاقة بالوضع الصحي شوي يكون مقلق يعني ما تستنى حاول أنك تراجع طبيبك مرج الحوت طبعا بما أن القمر كان كل أموره تتحكم على مستوى أمور إلها علاقة بالنشاط أو بالنشاط الاتصالات أو بأمور التنقلات أو أمور إلها علاقة بالامتحانات المؤسسات التعليمية الأمور هاي كلها بالفترة الماضي كان فيه إيجابية قوية جدا ولكن من ساعات الصباح بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية أهم إشي أنك تحافظوا على إنجازاتكم القائمة هدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها روتينية خلال هذا اليوم يعني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي في بعض الأفكار السوداء أو بعض الاكتئاب أو الضغط النفسي بأثر عليك بشكل سلبي رغم أنه فيه إيجابيات بتدعمك إلا أنه أنت متقلب نفسيا خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فهو بيعمل نوع من أنواع الجراءة أو المغامرة على المستوى المالي فممكن تندفع باتجاه مشروع أو فكرة معينة يتحصل من وراها مكاسب مالية بتجيك عادة من عمل إضافي أو هبات مساعدات دعم أو تحصيل لبعض الأموال اللي إليك ولكن بالمقابل بتكثر عندك المصاريف والدفعات والالتزامات المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء متقلبة على مستوى أمور التنقلات والاتصالات فجأة بتلاقي حالك عندك رغبة بالاتصالات وفجأة بتلاقي حالك محبط من الاتصالات وما عندك رغبة وحابب أنك أنت تعتكف أو تهتم بمسائل معينة بيغلب عليك النشاط عندك قدرة على النقاش والحوار خلال هذا اليوم ولكن بدك تحذر من العصبية والتقلب بالمزج أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة جدا على كل الأمور اللي إلها علاقة بالعقارات أو إلها علاقة بالبيت فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة أو التقارب العائلي أو حل بعض المسائل البيتية أو ديكور تغيير تصليح ترتيبات منزلية بتكون بشكل إيجابي وبتدعمك بقوة وممكن تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فما زالت الأجواء متقلبة على المستوى العاطفي وبتحمل نوع من أنواع المشاحنات أو الضغط أو ردات الفعل السلبية أو التحسس من تصرف الحبيب أو الرغبة الشوي بأنك تبتعد خطوة لوراء يعني هاي بتقلق المسألة وممكن تحمل قلق على أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية الإيجابية أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي برضو الأمور جيدة وبتدعمك بقوة وبتقارب ما بينك وبين الشركاء بالفترة هاي وبتعمل نوع من أنواع الانسجام أو التعاطف أو التلاقي وخصوصا ما بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن بدعمك على مستوى الأمور المالية المشتركة يعني بنوك ضريبة تأمين قروض أشياء من هذا القبيل ولكن يبل ما تدخل في مسألة القروض أدرس وضعك هل عندك قدرة على سداد أو الالتزام بهاي القروض ولا رح تكون عبئ عليك أما بالنسبة للبيت التاسع والبيت العاشر فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 شوي بيسبب لك نوع من أنواع الأحداث المربكة أثناء تعاملك مع بعض الأصدقاء ممكن تحتد أو تعصب أو تقلق بشاء صديق أو مثلا يعني تتفشل بسبب صديق يعني تطلب منه مساعدة فيردك بالفترة هاي ما يعاونك وممكن برضو يصير بعض الخلافات تصير من وراها نوع من أنواع القطيعة أو إن هنا علاقة مع صديق أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة وبتدعمك فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم يعني بساعدك في هذه المسألة وبرضو بساعدك في مسائل إلها علاقة بالصحة فممكن أنت يكون لك مراجعة طبية أو أنه تسمع خبر طبي إيجابي بالنسبة لإلك وممكن يكون لك بعض التعامل على مستوى أمور إلها علاقة بالرقابة الصحية أو مكملات غذائية أو فيتامينات أو تهتم بصحتك أكثر برضو ممكن تحمل قلق على أحد الأحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء